انطلقت في محافظة بابل عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في ناحية المدحتية فيما جهزت السلطات المحلية أربعة مراكز تسويق تعمل على مدار اليوم لاستلام من توجي هذه المحاصيل الآن الحصاد للمرة الأولى في مقاطعة ستة زبيدية التابعة لشعبة زراعة المدحتية جنوب بابل نلاحظ وفرة الانتاج ندعو المزارعين إلى الاهتمام بالتسويق حيث فتحنا منافذ التجارة في بابل هناك أربع منافذ سائل الحل الجديد وسائل الحل القديم والمرادية واحد والمرادية اثنين الحصاد شمل مساحة أكثر من 30 ألف دونام ضمن خطة هذا العام لمحصولي الحنطة والشعير إلى جانب 20 ألف دونام زرعة خارج الخطة الزراعية وتم الحصاد اليوم وبجهود لأخوة مدير زراعة الحمزة الغربي ومدير زراعة محافظة بابل حضروا اليوم إلى الحصاد وكان مشكورين يتشكرون من الفلاح وأحنا نطالبهم بزيادة الخطة للموسم هذا على أمود أكو خارج الخطة مزروعة الريد بركتي سوقنا تم فتح أربع مراكز تسويقية والتي هي سائل الحل الجديد وسائل الحل القديم ومجمع المغزني في المرادية واحد والمجمع المغزني في المرادية اثنين وأطلقت وزارة التجارة على هذا الموسم بتسمية موسم الخير والنجاح وهناك تبسيط للإجراءات من ضمنها المستحقات المالية سوف يتم تسليمها أول بأول أثناء عملية التسويق وكانت موجة الأمطار الأخيرة سببا بوفرة الإنتاج وقللت من حاجة الفلاح لمياه السقير لكنها في الوقت ذاته أتلفت مساحات كبيرة من المحصول وعرقلت عملية الحصاد نتيجة الرطوبة العالية في هذه الأراضي الزراعية من محافظة باب المحتز العبودي زاكروس تيفي